طيب سريعا بوبينزا بقى سريعا دي مفاجأة بقى أرون سالم بوبينزا اللعيب الجابوني المتميز اللي الزمالك كان يجيبه اتعرض على النادي الأهلي وقت مكان الزمالك بيخش معاه في المفاوضة وكيل أجنبي كلم كابتن أمير توفيق بالأسماء وعرضوا عليه كابتن أمير بيعمل يا كابتن بيعرض على مستر كولر كولر لما شافي السيفي بتاعه قاله لعيب كويس جدا وسريع ويخطفه بتاعه بس ده مش مواصفات المهاجم اللي أنا عايزه أنا عايز مهاجم طويل بوبينزا 180 سنة كابتن عماد وهو عايز سكت 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 وسام وسكت المغفور له مودست عايز حد كده شاسية بالزرارة فتم رفضه مثلا مودست الشاسية؟ بس الشاسية بس الشاسية مخاروة بس أسد عجوز مش أسد كمان ده كان عامة في أهلي وبالتالي تم رفض أروم ببينزا قبل ما يدخل معه الزمال في أنفضاء بسبب إيه بقى؟ كسر قامته أوكي يعني الأهلي كان رائع ورفضوا من أساس رفضوا من أساس رفضوا من أساس بس دستاذ أحمد فعل الخير ده ترجمة نانسي قنقر